بعد ما اختم فريق الرجال العالمي الشطر الأول من البطولة الوطنية وهو متصدل للبطولة الوطنية مناصفة مع فريق الجيش الملكي لابد نجيب فيديو مخصص باش نعطيكم أبرز الإحصائيات دير فريق الرجال العالمي في الشطر الأول بالمقابل غنعطيكم أفضل مباراة للفريق مع أسوأ مباراة وزيد عبتني في الآخير غنعطيكم أفضل لعب للفريق الرجال العالمي في الشطر الأول من البطولة الوطنية ويلا باش منطوش الليكون نبدو بأول حاجة بالإحصائيات دير فريق الرجال العالمي ونبدو بأول حاجة بالترتيب دير فريق الرجال العالمي كما شفنا بالفريق الرجال العالمي حاليا هو في المركز الثاني برسل 33 نقطة وهو حاليا بنفس النقاط دير فريق الجيش الملكي والفرق اللي بنتهم هو فريق الاهدف طبيعة الحال المهم فريق الرجال العالمي استطاع باش يجمع 33 نقطة بنت سعود دير الانتصارات وستدية تعادلاته بدون هزيمة وبعد الإحسائية فريق الرجال العالمي حطى محد الرقم قياسي لأنه الفريق الوحيد فدلموسي مدى لمن هزمش في التشي مباراة وكان هذا الرقم هدا قد يدره فريق ناطس بركان لو للهزمة في آخر مباراة أما من ناحية الهجوم والدفاع دي الفريق الرجال العالمي فكنشوفه في البوطولة الوطنية فدلموسي مدى السجر السبعة وعشرين هدف واتخط الهجوم لكمتلك فريق الرجال العالمي كيتعتبر هو الثاني أقوى خط هجوم في البوطولة الوطنية بعد فريق الجيش المالكي لإستطاع بشيسجل 33 هدف أما من ناحية الخط الدفاع دي الفريق الرجال العالمي استقبل عشرة دي الأهداف وكي تعتبر عاوة إنهو التاني أقوى خط الدفاع اللي كان في البطولة الوطنية بعد نهضة سبركالي تسجل في الشباك ديرو للتسعود دي الأهداف ومن ناحية الإحصائيات دي الخط الهجوم وخط الدفاع دي الفريق كي بينا بلي فريق الرجال العالمي في فدل موسيم هذا فريق المتوازن هجوميا ودفاعيا لأن كي ما شفنا بلي هو الفريق الوحيد اللي تيمتلك تاني أقوى دفاع وتاني أقوى هجوم أما من ناحية أقوى المهاجمين اللي كيمتلكون فريق الرجال العالمي حاليا فكي نشوف بلي يسير بوزوق فدل موسيم داول هدف دي الفريق في البطولة الوطنية لأنه سجل السبعة دي الأهداف وهو أعلى هدف اللي كان في البطولة الوطنية مونع صفتان ومطعبات الحل مع نوفال الزرهوني واللي حتى هو السجل السبعة دي الأهداف بالتمام ولكمان يعني فريق الرجال العالمي كيملكوا عجوج دي المواجمين اللي كيتعتبروا من أقوى المواجمين في البطولة الوطنية نمشو دابا اللاعبين اللي صنعوا أكتر عدد دي الأهداف من ناحية اللاعبين اللي صنعوا أكتر عدد دي الأهداف الفريق الرجال العالمي كنشوفه في الصدارة هو يسير بوزوق ودلعب هذا استطاع باشي يصنع خمسة دي الأهداف حتى الدابة أما من ناحية صابر بوغرين حتى هو استطاع باشي يصنع خمسة دي الأهداف وزيد عاوتين اللي يجا في المركز الثالث هو ادن النفاتي واللي بالدور دho صنحته هو اربع دي الاهداف وكما كنشوفوه من ناحية صناعت الاهداف كنشوفوه بللي لاعبين دي الفريق الرجال العالمي كتتعتبروا بين افضل لاعبي اللي كfficients Oakland في البطولة الوطنية ونابدهم يمشي ناخذكم الافضل لاعب اللي كان فريق الرجال العالمي في الشطر الاول بطولة الوطنية بكوس رحا الاختيار دي الافضل لاعب في الده الموسي ادا كان صعب بزاق ولكن كونس راح نشوفتك نادرة شخصية باللي أفضل لاعب اللي كان فاتشاطر الأول فريق الرجال العالمي هو الماسترو صابر بوغرين وبالنسبة لها اللاعب هذا هو المفتاح دي الخطل وسط والهجوم دي الفريق الرجال العالمي موقف من سيدي الفيديو بتركوا موطرة سأعطوني أفضل لاعب بالنسبة لكم اللي كان فريق الرجال العالمي في هذا الموسم ويلا فتريكا معكم حافظ وطه الله